أطلقت وزارة العدل بالتعاون مع مجموعة طلالة أبو غزالة البرنامج التدريبي لوزارة العدل والمجلس القضائي والمحهد القضائي لعام 2016 بدعم من الاتحاد الأوروبي وزير العدل بسام التلهوني قال إن البرنامج يهدف إلى ضمان سير العمل بالوزارة من خلال تحسين الإطار التنظيمي لها وتطوير القدرات الإدارية لموظفي الإدارة العليا وتطوير مهارات إدارة المشاريع الموظفية البرنامج هو برنامج تدريبي يقوم بالمشاركة ما بين وزارة العدل والاتحاد الأوروبي الواقع هذا البرنامج يهدف أساسا إلى إكساب مدراء مدريات وزارة العدل وكبار الموظفين الموجودين في هذه الوزارة مزيد من المهارات فوق المهارات التي اكتسبوها خلال عملهم وخلال خبرتهم الطويلة في هذا العمل هدف هذه البرامج هو خدمة قطاع العدالة مثلما بنعرف أن قطاع العدالة من القطاعات الهامة التي تحتاج إلى كل الرعاية والعناية هذه البرامج ستكون برامج متخصصة في مجالات متعددة منها التخطيط الاستراتيجي ومنها القيادة ومنها أمور تتعلق بقطاع العدالة وخدمة المحاكم وإدارتها وإدارة هذه المرافق المتعددة في قطاع العدالة الذي دائما نقول بأن العدالة الناجزة لا تكون إلا من خلال هذا القطاع الهام ومن خلال الموظفين ومن خلال الساد القضاء الذين يقومون على تطبيق القانون وتحقيق العدالة وجاءت خطة عمل مشروع الاتحاد الأوروبي والخطة التدريبية التي تم وضعها بالتعاون مع وزارة العدالة هو جزء من برنامج متكامل لدعم قطاع العدالة ممول من الاتحاد الأوروبي لمدة أربعة سنوات وبقيمة 30 مليون يورو حمد الفائز الحقيقة الدولية